النهاردة حصل اجتماع نظن جميعا شديد الاهمية اجتمع في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليه؟ انا في رأيي الاجتماع مهم جدا وبالتأكيد ممتلق بالتفاصيل شديدة الدقة اولا حصل استعراض لمشروع موازنة العام المالي 22-23 طيب وبعد ان تم هذا العرض وجه الرئيس الحكومة رئيس الجمهورية وجه الحكومة في اطار ايه الاطار؟ الاعداد الفوري لحزمة من الاجراءات المالية والحماية الاجتماعية علشان تخفف من اثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري يعني ايه يا عم يوسف الجملة الكبيرة اللي انت بتقولها دي؟ يعني من الاخر يا جماعة هو حصل في الدنيا تضخم يعني ايه تضخم؟ لسه كنا بنتكلم انا وزمين احمد اشهر في القصة ايه هو التضخم؟ هو انه العملة ايا كانت اسمها دولار اسمها جنيه اسمها سترليني اسمها هين اسمها يوان اسمها روبل اسمها دينار اسمها ريال لو افترضنا مثلا انها مثلا بتجيب هنفترض هنقوم مثلا ايه اربع علب عصير من الحجم الصغير الجنيه مثلا يعني خدني الادة عقلي بقولك ده مثلا مثلا طيب فيبقى بسبب التضخم اللي حصل في العالم لا هي مش هتجيب الاربع علب دول هي يدوب مثلا تجيب ثلاثة ونص احنا هنا بدتكلم على قيمتها الاسهار بتزيد في الدنيا كلها نتيجة كل الحاجات اللي شرحناها واللي هنشرحها ماشي الكلام عظيم هو ده حصل عندنا بس لا يا فنة ما حصلش عندنا بس ده حصل في الدنيا يعني زي ما كنت بقولكو الاسبوع اللي فعته هو جو بايدن رئيس الامريكي يقال لك محدش يكلم عن التضخم تاني الاتحاد الاوروبي يقال لك ما عندناش حاجة نقدر نوقف بيها الموجات التضخمية ما يحدث من أزمة أوكرانية روسية ما عندناش حاجة نعرف نوقف بيها هذه الأزمات أو هذه الموجات التضخمية ما عندناش حاجة يعني انتو يا عم يوسف في مصر يعني جايبين الديب من ديله لا احنا مش جايبين الديب من ديله بس أقدر نقولك احنا في مصر القائمين على الأمر شطار كما وصفهم الموزيع اللي اسم يوسف الحسيني أزكية حبتين أزكى من ناس آخرين على ما يبدو أزكى من الناس بتاع البلاد برة برضو على ما يبدو أو كما هو واضح جليا أه أي نعم جدا لأنه ما تحاولش تفهمني إن اللي عملوا حسابهم من 2014 علشان تقدر توصل إلى إنه عندك سلع كثيرة فيها اكتفاء ذاتي وسلع أخرى عندك منها مخزونات استراتيجية أقل حاجة بالـ 15 يبقوا كده مش أزكية أكيد أزكية لأنهم بالتأكيد وهماش ناس مستبصرة يعني مش بيضربوا رجما بالغيب ده هنا يعني في مخ وفي تفكير وفي تدقيق في كل حاجة بتحصل في الدنيا وقد تحدث في الدنيا الأساس إن احنا لازم نمتلك مقدراتنا يبقى عندنا القدرة وده اللي حصل خلال السبع أو ثمان سنين الأخر اللي بيتكلم فيها الرئيس أو توجيهات الرئيس كما فهمتها من الخبر اللي حضرتك سمعته في نشرة التاسعة من ياسر ومن الهام واليوسف سمعه أو أرى واللي احنا هنشوفه في الجرائد وفي المواقع وما إلى ذلك هتلاقوه منشور بالمناسبة تقريبا بقى لحوية ثلاث ساعات ونصر ثلاث ساعات واربعين دقيقة تقريبا يعني ده بيساوي أنه صراحة ما هو مذكور فيه إجراءات حماية علشان تخفف من العبء والتقل على الناس يبقى رجعت لأول حلقة ثق في الإجراءات اللي بتتخذ لمصلحتك وثق إنها هتفرحك وثق إن أنت بالتأكيد بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن جدا تلاقي من النهاردة وبكرة مثلا وبعده وبعد بعده إجراءات قاعدة عمالة بتتوالى تباعا هذه الإجراءات هتبقى فيها تخفيف عليك في الأسعار هذه الإجراءات الدولة بتقولك بيها بالمختصر المفيد أنت مش هتشيل شيء لتتضخم لوحدك زي ما بيحصل في دول كتير ومنها دول أكبر مننا في الحجم الاقتصادي قد كده لا مصر شايلة معك كتير لو إحنا افترضنا مثلا إنه التضخم ده 100 جنيفر مثلا مثلا في مصروف البيت أنا بقول أي كلام يعني مثلا مصر شايلة منهم يجي 70-80 ده اللي بيحصل دلوقتي هو طبعا ده اللي كان بيحصل طول وقت على سمسل في العيش بيحصل في السلعة التموناب بتاعة البطائق بس اللي زاد وغطة إيجابيا دايما نستخدم كلمة اللي زاد والغطة دي بشكل سلبي اللي زاد وغطة إيجابيا إنه حتى في ظل أزمة اقتصادية عاصفة مهولة بتلعب بأكبر اقتصاديات العالم الحمد لله والشكر الله بتوفيق ربنا أولا وبذكاء القائمين وبإخلاصهم وبضمرهم الحقيقي اللي يقز اللي لا يجب على الإطلاق إن أنت تفكر ولو من بعيد في إنه الناس مش حاسة بينا الناس مش شايفين طبعا أنت شفت الجولة بتاعة الريس في الشارع وشفت راح المخبز وبيتكلم مع الناس ومصر إنه يسمع الحقيقة مصر يسمع الحقيقة حتى لو الناس مش عايزة تقول حتى لو الناس مش عايزة تسبب أذى لا مخبز ولا لمحل مصر يسمع الحقيقة عشان يعرف يرسم لك مجموعة من السياسات والقرارات تؤدي إلى تخفيف العبقة عليك ليه؟ الرئيس والحكومة الأجهزة المؤسسات كل قائم على الأمر في هذه البلاد عاوز يدي لك حقك ده حقك طيب